زينب ونور وملاك وحنين وحسين وعلي وعباس ويوسف استقبلوا معي بلال عبدالله وأولاده الثماني بلال مساء الخير وأهلا وسهلا فيك ويخلي لك عائلتك كلهم اليوم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة التامين التامين على ايد أمه عم يبكي لأنه عم يبكي والتاسع والتاسع مزوجي الكبيرة وهلأ حامل كمان قدي عمره عمره 15 سنة مجوزي عمره 15 سنة يا بلال صحي وحامل أنا تزواج كم عمره 17 سنة أنت شي وبنتك عمره 15 سنة حامل يعني إن شاء الله تقوم بالسلامة ولكن يعني ولكن ليه جوزت بنتك عمره 15 سنة بلال في مثل شعبي بيقول خلفوهن على جهلكون وربوهن عمالكم بس يا بلال اليوم أنت اليوم في مسؤولية تجاه يعني تجاه عيلتك تجاه أولادك إنه البقب لما بيجيب عيل كبيرة عنده مسؤولية تجاههم يربيهم يكبرهم يعلمهم ويكون يحصنهم يقدر يواجهوا الحياة وصعوبات الحياة صحيح اليوم أنت بنتك عمره 15 سنة زوجتها ما بيعتبر بنتك هي الضحية الأولى لما للعيل الكبيرة اليوم لا بالعكس يلا عم تبني أسره من هيئة وصغيرة عم تبني أسره عم تتأقلم بهذا الجو يعني ما بيصير عمره 30 و40 بتكون مرأة بمرحلة بمرحلة تقطت بتقول عمره 70 بس هي منا الضحية الأولى اليوم لعائد كبيرة اليوم وضع الاقتصادي والمعلوم إذا أنت بلال قادر تعلمهم وتربئوا وتكبرهم كنت جوزت بنتك عمره 15 سنة نعم أنا وضع الاقتصادي لا شك إنه صعب على كل الناس وعا كل العالم بس هو اللبناني بطبيعة شو ما أعطيته للبناني بضليناق يعني أعطيت 2 مليون دولار بقول لك بعضي يؤدهم عمرتين مش ما بيؤدهم أنت بتنققوا بتجيبوا ولاد وبنققوا بتجيبوا ولاد وبعد فيه على الطريق يعني إذا الله أعطانا عربعة بنا نش 3 أو 4 بس مش كبير بحث قادر اليوم تأملهم كل الأمور المعاشية المفروض أي أب يأمنها لعائلته طبيعة الحال أنا عندي 3 مهن يعني مش مهنة وحدة لح تملح هذي أنا بصور فيديو بتعهد حفلات وعندي محال خليوي وكمبيوترات نعمل اللي علينا والبيئة على الله نحن يشوف فينا نسعة نعلمهم كذا لأ الكبير يتزوجت لأنه طلعت شوية من المدرسة بس البقية كلهم الحمد لله عم يتعلموا من الأوائل بالمدارس ولكن الشي اللي أبدا مش أول فيه بيلال هي أصلة زواج بنتك عمرة 15 سنة طفلة هايدي هاي طفلة اليوم مسؤوليتك أنت تجاه بنتك نعم بتجوزها هلأ وجهة نظرك استاذ مالك مزبوطة بس بالنتيجة هايدي سنة الحياة يعني 15 ولا 20 ولا 25 نهاية البنت بس سنة الحياة نجيب ولاد كتير بأول ظرف عمر 15 سنة نجوزها يا بيلال نصيب وجه نقول لا نصيب وجه شكرا إلك بيلال بروفيسور يعني التدعيات على سائلنا على صعيد الأسرة الوضع الاقتصادي الوضع المعيشة حق الطفل أن يكون عنده حياة حياة كريمة حقه يتعلم حقه يلعب بس ليك حتى المسكن يكون عنده الطفل مساحة يقدر ببيته يكون مرتاح فيها قالك بيلال على البركة على البركة أوكي يعني أنه هاي مسألة طبعا هو يعني مسؤول عنها بس كمان المتايج الأهم هي على المرأة لأن عملية إنجاب أطفال بفترات متقاربة فيها كتير مخاطر على صحة المرأة ولما بتكون المرأة بعمر صغير ما بيبين بعدين بيبين تدعيات بتبين فيما بعد وإلى كمان تدعيات على صحة الطفل كمان لأنه إذا إذا لما بيكون عائلة كبيرة طبعا أكيد رح يكون تقصير ما لأنه ما فينا نلحق على عائلة كبيرة اليوم العائلة بولدين وثلاثة وبالكاد الأم تقدر تلحق ولكن على ما يبدو عندما بيتعلق الموضوع بالطايفة منتخطى الأحمر بالخط العريض اليوم بلبنان يعني للأسف شكرا إليك بروفيسور